السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد و سمدي عنها ان شاء الله سنتكلموا على السبع خطوات الأولى للبدء في مشروع الأرانب على سطح المنزل أول حاجة سنضرب سلاسة سهلون الأمور ديال مشروع ديال تربية الأرانب بغينا مشروع السوق بغينا نشروع أرانب يعني بلا من نصعب عليكم أمور أول حاجة بغيتو تشروع على حسب جوج نتوات وذكار أو ربعات نتوات وذكار المهم يدكون ذكر واحد وإينات معه أول حاجة غدي بدو تقلبوا الأرانب ديالكم يكونوا نكسيين بالشعر بالكامل ميكونوش فيهم شي بلاسة يعني مسوحة من الشعر هذي أول حاجة ثاني حاجة الأدني ديالهم ميكونش فيهم القصور ثالث حاجة الأنف ديالهم ميكونش فيه سيالين صافي غي هذا الحويج هذي يعني كمبتدئ رها كافية أنكم تبدأوا المشروع ديالكم ثاني حاجة وهي الأتمينة الأتمينة كين الرومي وكين البلدي الكروازي قليل مهم حسنا هذروا على إما البلدي إما الكروازي الأتمينة كالتراوح ما بين في البلدي ما بين سبعين درهم تل خمسة وسبعين درهم يعني أدواء فأر عفوا أرنب بالغ يعني ممكن أنكم تجيبوا ما بين 70 درهم تل 75 درهم يعني بالنسبة للأنثى وبالنسبة للدكة الناس اللي بغاوا يديروا الألاني بالرومية شوية غالية في الثامن الألاني بالرومية كتدير ما بين 150 درهم، 200 درهم، 250 درهم يعني يكمل لكم 150، 200، 250 درهم هدا هو الأتمينة ديال الألاني بالرومية هدا الإجراء الثاني، نشوفوا الإجراء الثالث أول حاجة خص يكون عندكم وحد عشة أو بيت ديال الألانيب يعني يكون الألانيب ديالكم محميين من الحيوانات المفتريسة يكونوا مثقف، هدا بأنايا هنا يا شو سمراني داير، مثقف بالزنك نتوما ممكن أنكم تسقفوا بالزنك ولا تسقفوا بالقصاب، المهم أن أمنين ديال الشتاء ما تصبش عليهم، ما توصلوا بالمسون شلمة كذلك الحرارة أو ثاني تكون هذا الزنك هذي تكون بعيدة، يعني قد لوقفها، كما أرني واقفها هي بعيدة بشي مترو تقريباً على تقريباً مترو ونصف على الكاش، يعني تايلة ضربت فيها الأشياء عادي لحرارة الشمس، يعني ما توصلهم الشمس كذلك الشتاء ما خصش توصل الألانيب، مش هي شكاً تصبوا هما يعني غادي توصلهم الشتاء مباشرة الجوانيب ضروري تايا، مش هي غي من فوقتكم تسقفوا وتكون معرية في الجوانيب، الجوانيب ممكن أنكم تستعنوا بميكا مثلاً أو أو يعني كواش، مثل لاني داير، أو باش، حال هذا، هذا راح باش كيتم مباش، الثالث حاجة الإضاءة، الإضاءة ضروري تكون في هذه الأشياء هادينا واحد البولاناية، ها، إذا كتشوفوها، هال البولانا دي كان شعلها في الليل على حسب الولادات، هنت ممكن ما كتشوفو الولادات هذا راح شي حاجة يعني كاج احترافي، ولكن هنا كان ضرورة لاتربية دي الألانيب، ضرورة تكون واحد يعني إما الشمس تكون داخل لهم، إما الإضاءة المهم يكونوا يشعروا واحد الدفء في وسط الكاج، كذلك الشمس ضروري تكون الشمس داخل المكان، علاش لأن الشمس تقيهم من الحشرات اللي ممكن تصابوا بها، كي يولي الأرنب ناشيط أكثر لأن فيها طاقة أطيبتي، ضروري أن الشمس تكون داخل لهم، كينا قضية واحدة أخرى وهي بناء الولادات، يعني مشي غادي تخليوا يعني الأرنب ديالكم بيدو الإناث، إحنا كان نظروا الإناث، تخليهم بدون ولادات، ضروري أن يكونوا عندكم واحد الولادات، يعني هذوك الولادات يعني منين تبغي الأنثة تولد، يمدل له واحد الصندوق، تدير فيه شوية ديالنجارة، وتخليلها هي غادي تعرفوا الرأسها غادي تقاط مشي له باش تولد فيه إذن كينا أو تاني قضية أخرى، ديال تهوية ديال المكان، ضروري مشي تشد، يعني تديروا الموحل بيدو الإناث، وتسدوا عليهم وتخلقوا عليهم، ما فيه لا نافذة لأولو، لا ضروري أن نافذة تكون كتحل وكتسد، علش كتحل وكتسد لأنه احنا نقوله هوينهم واحد ربوع ساعة، ولا نافذة ساعة، ولا ذاك شي لحسب الجو، الجو اللي كاين، ولكن منين في الليل مثلان، واحد اللقيته مثلا كين الطيارات الهوائية المباشرة، يعني ذاك الكوروندير يعني مجهد بزاف، ماشي ما يمكنش أنكم ما تخليوا الآلانيب ديالكم كيترفيهم البرد مباشرة، لا، ضروري أنكم تحميهم من الطيارات الهوائية المباشرة، كين قادية ديال الشمس، حتى بأنا يا، نرني حالة لهم في الفصرات الصباحية، ولكن رني دير واحد ردو غادين رد عليهم باش ما تجيهمش الشمس مباشرة، غيد الشمس ديال الصباح كتكون شوية بعد، من يبدأ الوقت يعني الحالي يسخن، خذين نضلل عليهم، ضروري ما نضلل، كذلك وهي النقطة المهمة في الموضوع وهو التحصين، التحصين وهو التحصين ضد التسمم المعوي، والتحصين ضد التسمم الدموي، ضروري نمشيه عند البيطاري وتقول له، يعني النوع ديال التحصين، وهي إبرة وسيرو، صفي لا غير، كتعودوهم من السنة للسنة، يعني كتقيدو التاريخ، وكتعودو هذك الإبرة من السنة للسنة، يعني إلا بغيتوا الأسماء ديالها، كين الإبرة ديال تسمم الدموي، اسميه كيني بخافاك، وكين السيرو ديال التسمم المعوي، اسميه هباغنول، هباغنول، إذن هادو جوج ديال، يعني التحصينات ضروري يكونوا دايرينو، بالنسبة للعالف، الناس اللي عجبادين، ممكن أنهم يسعنوا بالفصة، بحال هذي، هذي راحة، بالفصة اليابسة، هذي الفصة يابسة، تكون بالة كبيرة، كتدير الثامن ديالها، كيدير دبارها غالية وحد شوية، كتدير 75 درهم، ممكن أنها فهذه الأيام توليز مثلاً بـ 65 درهم أو 60 درهم، فهذه الأيام راحة شوية كين الجافاف، راحة غالية شي شوية، كدير 75 درهم، ولكن راحة الكمية كبيرة يعني، ممكن أنكم تديروها راحة ديالك 75 درهم، ممكن أنها تخدم لكم واحد شهور، بحالة القاطع هذي، بحالة ديال الفصة، ممكن أنها تضرب لكم واحد تلت شهور، شهورها مزيان بـ 75 درهم، راحة كرامة، كذلك ممكن استعانة بالحبوب، حبوب مثل الشعير، والدورة، والنخالة، هذا الشيء بالنسبة للأرانب الرومية والبلدية، أما إلا بغيتوا الرومية يعني ترقزوا على العلف ديالها، فممكن أنكم تديروا السيكاليم، السيكاليم ضروري بالنسبة للأرانب الرومية، يعني، البلدية ممكن أن تعطيهم أي حاجة بساكنك يعيشوا، وقد تكون عندهم المناعة قوية، عكس الأرانب الرومية، إذن، أي تساؤلات، بغيتوا تزيدوا شيء أفكار أخرين، أنا حاولت أنني من أسعبش عليكم الأمور، نعطيكم نظرة شاملة ببساطة، أي واحد بغيت يبدأ المشروع دياله، يعني، الخطر بها أرضية، هاي معلومات بسيطة، ممكن أن أي واحد يبدأ المشروع دياله بهذه المعلومات، الناس اللي ما زال ما يشاركوش معنا، يشاركو معنا، قانات قانات غادي يبدأ من ديالكم، مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم، إلا خصتكم شي سيفسارات، أنا أراها الإشارة، تقوموا على زر جام، لا تنسونا بزر جام، وتقوموا على زر الجرس، كي يصلكم جديد، ديالي إن شاء الله، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.